ناقش وكيلو حضر موت لشمديريات الوادي والصحراء عامر العامري وذلك في لقائه مع الجهات المختصة لسير عمل الإجراءات الجمريكية بمطار سيئون الدولي وبحث اللقاء لإجراءات الجمريكية المتبعة بالمطار والسبل الكفيلة بتحسين العمل فيه لما له من أهمية في تسجع الشحن الجوي عبر مطار سيئون وشدد وكيلو المحافظة على ضرورة العمل وفق اللوايح والأنظمة المعمول بها في كافة المنافذ الجوية وذلك ليكون المطار وجهة موثوقة محليا ودوليا في مجال نقل وشحن البضايع والتي سينعكس دورها على سهولة وصول البضايع بعيدا عن الصعوبة التي تعترض خطوط نقلها برا اشتركوا في القناة